احنا وصلنا لفقرة انت مين؟ لو اقول انت مين؟ هتقول لي ايه؟ انا احمد عبد الرحيم الشرناوي ابن عبد الرحيم الشرناوي جول نادي الترسانة السابق في الاربعينات والاعب نادي الترسانة والطيران وطلعت حربة برضو لازم نقوله عندي متزوج من سيدة هماني محمود عبد الجليل عندي ثلاث اولاد عندي عمر وياسمين ومحمد وهم دولة يعني زي ما تقول حياتي وما قدرش غير اقول ان زوجتي يعني لها فضل كبير في اللي انا فيه والاولادي ستة يعني زي ما بقولوا شالت معاك كل حاجة يعني انا مش عايز اقولك شالت كتير وستة يعني الحمد لله ربنا كرمني بيها اصيلة ربنا كرمني بيها ها دي حسنت الدنيا كافة مصطفى اه بالضبط اه دي انا في الفيفا هي معايا في الاتحاد الدولي اه كانت معايا خلي بالك الاتحاد الدولي ده يعني كانت مرحلة هي شئيت فيها لان انا كنت بقى 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 مصر اه يعني دي اهم حاجة يعني طيب نشوف تاريخ للولاد اه اه نتكلم معك صيقته برا الملعب اه نقدر نقول ان هي ميكس من القلب الطيب اه براس بقى لحتة الانجري بال اللي بتظهر بتبقى ساعات صعبة اني قابلتها كتير بنقام من دراستي للمطشاطي تقريبا اه هو ناس كتيري تعرفه هو طيب جدا بس ممكن بقى عنده حتة كده انجلي شوية بس بتحصل بقى اكتر لما مثلا اي موقف يحصل اللي يكون بقى عارفة حب الأب لأولاده يعني بس ساعات ممكن يبقى الكنترول عنده في الحتة دي صعب مثلا يعني ماتش مثلا ان اغلط ما بيستناش ممكن لان انت غلط في كذا 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 عطول فاهمي بس دي ده ممكن اقول الكنترولي بتاع شخصيته برا لكن في مجمل الحياة يعني مش عشان والدي بس فعلا ده يعني مش عشان ناس كتير بيحاول يساعد من كل الناس لو في ايده اي حاجة لأي حد ما يعني الناس اولى بأي حاجة يعني كنت حايب طبعا جدا ادخل التحكيم كان والدي ساعتها في لجنة الحكام مع كابتن جمالة تندورة وكابتن وجيه احمد كان موجود طبعا هو كان رافض رافض تايم من انا ادخل التحكيم ودي واقع اغلب الحكام ما عارفينها هو اتفاجئ بيه يوم الامتحان وانا في الامتحان بيتعامل جودد وفي الانترفيو هو ما كانش موجود واول ما عارف كده تقريبا هو ما كاملش في الاتحاد وفي اللجنة هو كان وقت نظره ان انت هتبقى يعني نقطة ضعف وهم هيبقى فيه استرس تعرف اولاد الحكام ده ان بيقواجه ومشاك كتير بس يعني الحمد لله ممكن نقول ربنا كرامني وده اللي توصل يعني الاعلى حاجة في مستوى التحكيم ان انا دخول القائمة الدولي بيتحكم دولي في 2023 ودي الحمد لله ما احمد ربنا حصلت في وجود في وجود لجنة حكام اجنبية ماركر تلتنبرج مش فيش اي حد من مصري الحمد لله وربنا كرامني دخلت القائمة الدولية كابتنحمة الكاب بحيس طبعا اكيد هو يعني بالنسبة لي هو كل حاجة بالصراحة سواء في حياتي او جزء التحكيم انا تعلمت منه كتير جدا سواء في الحياة العادية عموما في المواقف في التصرف وفي التحكيم اكيد هو اللي حط حاجر الاساس بالنسبة لي اكيد طبعا تعلمت منه وتشوفه وبيحاضر وبيحل الحالات كابتنحمة طبعا ما فيه الشك انه هو يعني لو اول حاجة اقول هو هو العماء يعني انا لو تمانين في المية مني اكيد كله بفضل منه اكيد لأ في التحكيم وفي حيات العادية يعني هو دايما بيقولي ان انت مستعجل شوية عايز يعني كل حاجة بسرعة فدايما لازم تبقى هادي انا احيانا طبعا الواحد بيبقى عنده طموح وعايز وعايز بس دي يمكن من الحاجات اللي فعلا مؤخرة انك اكتشابتها انه لا معادي ممكن حاجة تتأخر بس يجي حاجة حسن منها مش شرط الحاجة اللي انا عايزها الوقتي هي اللي تكون احسن حاجة فدي اكتر يعني نصيحة هو اللي هالي في حيات التحكيم بالذات يعني حاسد انها فعلا صح واتحققت يعني معي بشكل كبير الحمدلله قبل كل ماتش بذات لو ماتش مهم يعني بعمب معي بيتكلم معي وسيقولي مسلا ممكن تتصرف زي ماتش مسلا في الدرجة التانية لو في جماهير تتصرف زي بيديني شوية نصايح ده غير طبعا نصايح اللي في العادي بيداني بيحت ببقى للحالات او كده انا دايما اي حالة مثلا ببقى عندي دوت فيها مسلا حاسس نياء فيها بنيلتي او لقى بقى اتناقش معي فيها فكل دي باخد من النصايح بس يال اكتر طبعا قبل كل ماتش دايما بقعب معي قوله مسلا عندي ماتش يوم كذا فرقة كذا وكذا فهي قد يتكلم معي يقولي الفرقة دي مسلا هتلاقي الجماهير تتصرف ازاي تتعمل ازاي وبرضو بعد كل ماتش يعني هو اول حد بعد كل ماتش بكلمه الصراحة بيكون هو والديتي يعني اول مكالمة لازم يعني هو دايما هو صحيح كمان هو بيكلمني طبع من عملت ايه وبتعديني تمام طبع الحمد لله فدايما طبعا اكيد نصايحه دي بتفرق معي وكمان احيانا بيديني يعني زي بوسط بانرجي دفع قبل الماتشاط بذات الماتشاط مهمة فالنها اقول له اول حاجة طبعا ربنا ادي له الصحة ونخلوه لنا واشكرا على كل حاجة عمل معي سوى فى تحكيمة وفى حقيقتي و بس يعني اقول له ان شاء الله كده ربنا اديك الصحة وبل مئة سنة كده ما بنوارنا ربنا خلوه لك هاتوا ليه لولادة يتبع كده؟ اللهم ربنا يخليكوا يحرسكوا يعني ينجحوا وانا عايزهم ياكتهدوا انا معلموا اكتهاد لازم ياكتهد ربنا يخليهم لك يا رب تحب الاكل؟ ها يعني بحب اكلات معينة مش اكيد ايه بقى الا انت بتحبها؟ يعني مثلا طاجن العكاوي برسالة العصور يا سياتر يا سياتر بتعرف تطبخ انت؟ لا انا ممكن اعمل ايه؟ اه تقول لي الشاي وقاهوة بتاعه كلام لا 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 انا كنت فى موريشيوس عندهم اكلة بقى السيمون فى مية عارف خد بالك بقى سيمون فى مية بالبطارخ انت بتطبخ؟ لا بس خلاص وانا بقى انت شوقنا السيمون فى مية والكلام ده؟ لا لا كان طبق يعنى غير عادي طيب ليك فى السوشيال ميديا؟ لا الحمد لله انا فىش فيسبوك ولا فى كلام من ده خالص الحمد لله طيب بتحب الاغانى القديمة؟ طبعا ايه الاغنية اللى بترجعك للزمن الجمين؟ وتبعتها كده للمدام وانت باطصلها؟ يعنى عبدالحليم وبعدين ببعت لها دايما كان لك معاى اجمل حكاية فى العمر كله وانت منعنى فنية اصلا ما اقولش انا ابعتلي اقولى يا سيدي يا سيدي يا سيدي طيب قالىك فى الافلام القديمة قبضى طبعا ايه الفلم اللى بيجرك وبيشدك وبيخليك عايش فى الزمن القديم؟ دعاك كروان يا سلام فاتن حمام احمد مظهر اه